اي برنامج بيبدأ بمتغيرات بعد كده بيدخل في المعادلة في النهاية بيطبع النتيجة حتى كانوا دايما في الشكل الاكاديمي يقول لحيك ان ايه ان البرنامج فيه مدخلات وعمليات ومخرجات امبوتس وبروستسينج مش كده برضو هو ده اللي بيحصل في في تدريس البرمجة في كل اللغات يعني او حتى الكمبيوتر يقول لك ليه مدخلات وعمليات وايه ومخرجات طيب المدخلات انت عاوز تجمع رقمين المعادلة المشهورة فبتقول اولا انا عندي تلات متغيرات لان انا ما عرفش الارقام ايه خمسة وعشة وخمسين وستين فانا عاوز متغير ده عبارة عن مغزن مؤقت باستخدمه احط في القيمة اللي انا عايز اجري عليها العملية فانا عندي تلات متغيرات اي بي سي تمام اي اسماء طبعا زي ما حاك شايف بس لاحظ حاجة انا قلت له انتجر يعني انتجر انتجر معناها قيمة صحيحة صحيحة يعني ما فيهاش علامة عشرية يعني اه فيها اه خمسة عشرة ادناشر سبعتاشر تلاتين تسعين ما فيهاش فايف بوينت سبن اه ايت بوينت ناين ما فيهاش علامة عشري ده كده اسمه نوح بيانات يا جمع يعني المدغيرات دي نوحها انتجر ارقام صحيحة اللي هتقبل علامة عشري. وبالفعل لما جيت تقصية يعني تحط قيمة في متغير قلت ايه بتسوي خمسة فعلا قيمة صحيحة بي بتسوي عشرة قيمة صحيحة وبعدين سي بتسوي ايه زائد بي اللي هي المعادلة اللي عايز تجريها. اه كان موضوعنا هنا بس ان اوضح لك يعني ايه انواع البيانات. انواع البيانات التي يمكن ان تضع في متغيرات. احنا اخدنا اول نوع انتجر. ده اللي احنا هنتناوله. فاحنا بنتكلم عن هذه البيانات عشان هكتب عارف احنا بس مش بنقول يعني سلايت كده اه هي انواع البيانات هي كزا 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 لا انا بس بوضح لك برضو عشان لو بتدرس الموضوع بشكل اكاديمي تعرف تفهمه ولو بتدرسه بشكل عامل يقدر تفهمه الاتنين مع بعض يطلعوا ناتيجة ان شاء الله كويسة. في النهاية خالص انت بتطبع هاللوورد دي كلمة اه جاست كده فور برينتينج يعني دي الطباعة وكمان بعد كده بتقول ان سي بتساوي برسنت دي هنا معناها اطبع القيمة الاه ديزمل او القيمة الرقمية اللي هي السين وفعلا با يطبع الكلام دوت حضرتك لو لو عمال ترند هيقول لك ان البيانامج تعدل خلاص مصحا كده هاللوورد سي بتساوي 15 وفعلا اي backwards ساوي عشر ز like 15 ورح طبع الخمسام طبعا مش القصة ان هجبaju بعمل هنكون ممكن اطبعها من غير كده خالص. القصة ان تشوف تركيبة البروغرام. ان ازاي تعمل اعلانها متغيرات. ازاي تعمل اسايمينت لفاليوز دي هنتناولها كماش شوية. وازاي البنامج ده يفضل قدامنا لان هندرس في حاجة كتير معادلة. ازاي تعمل برينت اوت. طيب نرجع تاني لموضوعنا. فكنا نتكلم عن داتا طايبز انواع البيانات. انواع البيانات في معظم اللغات تقسم تقسيمين. حاجة اسمها برايمري داتا طايبز. حاجة اسمها ساكن داتا طايبز. يعني ايه برايمري? يعني انواع بيانات اساسية آآ لا تتكون من انواع اخرى. يعني يعني مقدرش تكسرها اقل بين كده. يعني مسلا ايه? الكاراكتر معناه انه حرف. فمقدرش اقول نص حرف يعني. وهو جمل التكرار. جمل التكرار والاشكال المختلفة للتكرار. المقصود بها تكرار تنفيذ امر معين. يعني آآ حاجة تنفذ عملية معينة. بدل ما تكررها بكتابة الامر نفسه. لا انت عندك اوامر جاهزة في معظم اللغات وحنا بنتكلم هنا عن لغة السي. فعندك اوامر جاهزة للتكرار. فمثلا امر تقدر تقوله باستخدام نفذ العملية التالية عشر مرات آآ خمساشر مرة زي ما انت عايز. كذلك زي ما هنشوف الفرق بينهم بالاشكال المختلفة. كمان مفيش برنامج من برامج الدنيا كلها مفهوش جمل شرط. ليه? لان غالبا بيبقى عندي شروط في البرنامج يعني. مش بعمل برنامج كده بدون شروط. يعني مثلا لو انا عايز احسب قيمة ضريبة مثلا. آآ اكيد الضريبة دي ليها نسبة. النسبة دي مش مطلقة على كل الارقام. لا ازا كان الرقم اكبر من واقل من لنسبة معينة. ازا كان دي محتاجة في البرمجة لايه? لامر يقول له ايزا كان. ازا كان ده امر اف او اف انواعهم او اشكال المختلفة او سويتش كده زي ما هنشوف بعد كده. قبل ما نبدأ بس آآ ضروري قوي الفة نظر حضراتكم الحاجة. آآ عندنا في في كل اللغات بصراحة. في حاجة اسمها لغة البرمجة يعني. البلوك يعني ازاي تجمع مجموعة من السطور مع بعضها. وتعتبرها يونت واحدة. عشان لما تقول له نفذ اليونت دي كلها مرة واحدة. يعني مرة واحدة دي يعني جروب. احنا هنا ما بسميش جروب طبعا. ما بسميها بلوك او مجموعة اوامر يا. في كل في معظم اللغات بيقولوا بجين واند. مسلا. اللغات اللي هي الكلامية زي الفيجوال بيزيك او او كده. بجين واند. انما في اللغات السي كلها بيحدد البلوك دوت بالبداية والنهاية. بالاقوات زي ما حاك شايف. قوز ده بيقول له بداية البلوك. والقوز ده بيقول له نهاية البلوك. ده يفيدنا في ايه? بعد كده لو انت عاوز تكرر المجموعة كلها مع بعضها. عاوز تعتبرها وان بلوك. فتبدأ القوز وتقفل ايه? القوز. انتي ملحوظة مهم. الكلام ده سري على ايه? مش سري فقط على التكرار اللي احنا هنشوف دلوقتي. سري على اي حاجة. اول ما حاك تحب بتقول له ان ده بلوك. تفتح قوز وتقفل قوز زي ما حاك شايف يعني. طيب نبدأ بقى بموضوعنا. اوامر التكرار. اوامر التكرار اشهرها موضوع الفور. الفور لوب. بيستخدم لتكرار تنفيذ عملية اكتر من مرة. ودي السيغة العامة لي. بتقول له ان ابدأ العداد هو يعني انت بتكرر بعداد كأنك بتقول واحد عد واحد ادنين تحت اربعة. فابدأ العداد ده مسلا بزيرو او واحد زي ما حاك تشوف. وطالما العداد ده موصلش الكزا كزا كزا. نفذ. وكل مرة في العداد زود القيمة دي. الكلام برضو لست نظر شوية. هنقرب وهنعمل البرامج وننفذ بادينا. يعني زي ما حاك شايف يعمل عداد. وبعدين يعمل ايه? يعني يزود العداد. ويشوف الشرط. الشرط ده لسه صحيح. يرجع تاني. وإلا خلاص يسطوب. لان كده خلاص العداد خلص يعني. عندنا اكتر من صورة وده كلام عاملين نكتب بكلام نظري هننفذ عملي. اشهر صور الفورة هيت. اول صورة فور اي بتساوي زيرو اي اقل من عشرة بلاس بلاس بلاس. يعني ايه الكلام ده? بتقول له انا عندي عداد فور دي انا عداد يبدأ متغير وليكن اي بقيمة زيرو. ينتهي كام عشرة طالما النوة اقل من عشرة ما هو من زيرو العشرة يبقى عشر قيم. ليه? برغم النوة اقل ما هو زيرو التسعة. لان عشرة ما شوه بس كده عشر قيم يعني من زيرو. وكل مرة زود واحد. طب يعمل ايه? ما قلت لهش انا يعملي? طب تعال نشوف الكلام ده عملي نشوف يعملي ايه? اهو. لو برجعنا للشغل بتاعنا تانية عادي جدا. ده الشغل اللي احنا كنا عاملين له حاك وفاكرين. يعني هنلغي بقى شوية حاجات كده ونزبط البروغرام بتاعنا. اهو. مش هنعمل scan f و print f والكلام ده مش عايزين نعمل المعادلة دي. خلاص احنا بنغير بس يعني اهو. وبعدين بصحك كده احنا محتاجين ايه? محتاجين متغير اسمه اي. فهنقول له انتجر اي. انتجر اي معناها ان انا عندي قيمة اي من نوع انتجر زي ما قلنا. طب وبعدين وبعدين فور اول. وفور ده هي اقول له فيها فور اي بتساوي زيرو. يعني ادى العداد من زيرو. واي دي خليها اقل من عشرة. واي بلاس بلاس. يعني زود واحد. طيب خلي بقى ملحوظة ما تحطش سيمي كولم انا كتبها لحاك في السلايز. ما تحطش سيمي كولم في ايه? في نهاية الفور. لان لو احطت سيمي كولم معناها ان السطر ده كده خلص. يبقى السطر اللي بعده مش بتأثر بيه. يبقى هو عمل لوب بس بينه بالنفسه في سره يا. ما استفدش باللوب دوت بعد كده. كويس كده? فما تحطش سيمي كولم من فضلك اه ما تنساش هزا الكلام. هو مش ادي يرور بس ايه? بس هيوقف الدنيا كينك ما عمش اي حاجة خالص. طيب كده احنا عملنا ايه? كده بنقول له ابدأ بزيروه لحد عشرة زود واحد. طب يعمل ايه بقى? ينفز اول جملة وراه بس. يبقى ينفز الجملة دي. لو شلنا بس دي عشان يبقى يبقى كده البنامج دوت هيطبع القيمة دي عشر مرات. كويس? تعالا نوقف السطر ده مقاقتا. اهو. كينه مش حجوه بس عشان ما نخبط لكش الدنيا. يبقى كده ده هيطبع القيمة دي عشر مرات. عالا نشوف الكلام دوت. اعمل فعلا كده. بنامج تعدي ال ا. تعالا نشوف النتيجة. هلوورلت تلات عشر مرات. تمام كده? ماشي? يبقى فعلا بالفورلوب ده طلعت هلوورلت عشر مرات. زي ما اتفقت مع حضرتك. لو انت عملت جملة تانية لجملة الاصل اللي فاتت دي. وقلت له مسلا اطباع لي. اه مش سي بقى خليها اي مدغير يا رجل بقى بس هنا عشان نشعرين اي فهنقول له اي. بتساوي الديسيمر اللي هو اي. خلي بالك بص كده. اول نظرة تقول ان هو هيتبع الجملة تين دول عشر مرات. هيتبع الولد ووراها اي بتساوي. اي بتساوي زير اي بتساوي واحد اي بتساوي اي بتساوي اتنين. اللي هيحصل مش كده. ليه? لانه هياخد سطر اللي وراه بس. وده هيتبعه مرة واحدة. يعني تعال كده وامران فعلا. هبص تلاقي اهو. واخر حاجة قال لي اي بتساوي عشرة. اللي هي اخر القيمة. كويس كده? لا مش كويس طبعا انت مش عايز كده. ازا انت مش عايز كده. يبقى تقول له ان ده بلوك فاكر ده اول حاجة انا قلتها لحظك في اول الايه? الدرس. يبقى لو المجموعة دي انت عاوز تنفزها مع الفورلوب تعمل ايه? تعمل بلوك. في الحالة دي لو انت عملت ران هتبص تلاقيه. فعلا هلولد زيرو هلولد واحدة لحاجة ده لولد تسعة. وكده ايه? خلصهم اه مع بعض. فكده ده اول صورة للفورلوب. اه طبعا بس ده كان مثال. من زيرو لحد عشرة. وعملنا لولد عشرة مرات. تعال نشيل بس هالورلد دي كده. اه مؤقتا ونتبع تاني عشان نجرب عليها باية تصصية. بتاعت الفور هيتبع لك زيرو واحد دي انت تربعة تسعة. هتخلي بالك تسعة ليه? لان انت قلت له اقل من عشرة. او انت عاو تزود العشرة. قل له اقل من او يساوي. بقى انت دخلت العشرة في الايه? في الحزبة. لو عملت ران هتبص لقيه. بالفعل العشرة طلعت في الايه? في النتيجة. طبعا ده تنسيق انت ممكن تغير بتنسيق زي ما انت عايز. طيب خلان نرجع تاني لالسلايز بتاعتنا. ادي الصيغة الاولانية بقى من زيرو لحد 10 بلاس بلاس. الصيغة التانية هي 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 كل اللي زودته ان بس حاجة بدل ما اي بلاس بلاس قلنا اي بلاس اكوال تو. اي بلاس اكوال لسه واخدينها في الدرس اللي فات. بلاس اكوال كهينك بتقول له اي بيسوي اي زا دي اتنين. دبقى انت هنا الخطوة بتاعتك كام اتنين. ولا حاجة خالص انا غيرت المرنامج ده عشان كده. غير دي. قل له بدل واحد كده. قل له بلاس اكوال تو. بدل الانكريمينت خليها بلاس اكوال تو. راني البروغرام تاني. مرحلة تالتة وهي. وهي ايه? وهي ان احنا عاوزين نكبر وحدة البرنامج شوية. يعني بدل ما اصبح عندنا الفانكشن هي اليونت اللي باستخدمها في البرمجة. لا كمان عندنا عاجة اكبر شوية اسمها كلاس. الكلاس هي وحدة بناء برنامج ايه هي الفانكشن عشان نعمل بها برامج اللي هي عبارة عن مجموعة من السطور بحطها في بلوغ وبيديها اسم وتبقى عندي فانكشن. لازم اعرف برضو ايه هو الكلاس. الكلاس هو حديد بناء اكبر من الفانكشن عبارة عن مجموعة من الفانكشن مش فانكشن واحدة مجموعة من الفانكشن ومعها البيانات المطلوبة في هذا الكلاس. المجموعة دي كلها تتحطي في بلوغ كبير. البلوغ ده هو اللي اسمه كلاس وبدي له اسم يبقى عندي كلاس جديد عبارة عن بيانات ومجموعة فانكشن بقى في كلاس جديد. الكلاس ده بقى اقدر عمل عليه شوية خصائص هنشرحها دلوقتي بس فعلا اصبحت وحدة بناء البننامج اكبر من وحدة بناء الفانكشن. وكل ما انت تقدر تكبر وحدة بناء البننامج كل ما كانت سرعة اعداد البننامج اكبر كل ما كانت طرق فهمه اكتر كل ما كان اكتر تنظيما. يعني كان زمان بيقولوا الفرق ما بين بناء برنامج بالطرعة التقليدية وبناء برنامج بالكلاس زي بناء المباني بالتوب والرمل والاسمنت وبناء المباني باستخدام المباني الجهزة او الحوائط الجهزة. انت في فترة قصيرة جدا بتحط المباني مباني الجهزة وتربط بينها تطلع حجرة على طول وبالتالي تطلع بيت وهكذا. هو ده اسلوب تكبير وحدة البناء. طيب ده كله مقدمة عن عن الكلاس وهنشوفها في التفصيل. بس خلينا برضو نحاول نوضح كلمة اوبجيكت وكلاس. طيب ايه هي بقى فكرة ايه الاوبجيكتورانت دي مش هي النظر الى الطبيعة بشكل واقعي. اللي هو ايه الشكل الواقعي? ان كل عناصر الحياة اساسا عبارة عن كلاس يعني فئة او صنف او فصيلة. ازاي حاجة عندك فصيلة الانسان? حتى فصيلة الانسان دي ممكن تقسم الى الرجال فصيلة والنساء. مثلا نساء عندك فصيلة التيور. عندك فصيلة السيارات. عندك فصيلة الحيوانات. كل مجموعة عناصر تجتمع في خصائص نقدر نعمل لهم فصيلة. مش نقدر ده هو الواقع انها فصيلة. يعني الواقع ان الكارسي دي فصيلة. فئة تجتمع جميعا في خصائص السيارات. يعني جميع السيارات لها جسم السيارة الباضي وليها العجل وليها المطور وليها الدريكسيون وليها وليها مكونات السيارة. وبالتالي كل السيارات تقريبا بتجتمع في هذه المكونات فهي تعتبر او تعتبر فصيلة. طيب برضو قبل ما نستكمل الكلام في الخصائص المختلفة خلينا نتفق على عنصرهم مهمين وازاي نطبقهم في البرمجة. الفرق من كلمة وكلمة تقريبا هما الاتنين تقريبا طبعا تركيب واحد. تمام? طيب ايه الفرق بينهم? هو الصيغة العامة للفصيلة او للفئة. يعني ايه? يعني ايه? يعني لما تقول سيارة. السيارة دي كلاس ولا لا دي كلاس. ليه? لان الكلاس هو الخصائص العامة التي لا تستطيع ان تتعامل معها مباشرة لانها مجموعة من الخصائص. يعني انا لو كتبت الحلقة على ورقة كده كلمة سيارة وكتبت موصفاتها باللي احنا قلنا عليه. هل هكتقدر تاخد السيارة بالورقة دي وتركبها مثلا? لا طبعا. لانها ايه? مجرد خصائص. فبالتالي الكلاس هو خصائص الايه? اه هذه الفئة. طب ايه هو الابجيكت? الابجيكت هو عنصر من هذه الفئة له قيم للخصائص تستطيع ان تتعامل معاه. يعني ايه كلمتين دول? يعني مثلا لما تقول سيارة هندا لونها احمر اه مثلا الفين سي سي ولا الف وخمسمية سي سي مسلا. وفيها تكييف. لما تعطي قيم لهذه الخصائص بالشكل ده اصبحت السيارة موجودة في الوجود. فعلا. ما بقتش خصائص بقى واقع. وبالتالي لما تصبح واقع تصبح اوبجيكت. يعني حضرتك مثلا لما تقول رجل رجل له شعر. ولاه 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 اللي هو خصائص الرجل. في الحالة دي انت متعرفش تقابله. انت بتقول مثلا رجل. لكن لما تقول الرجل اسمه كزا. وطوله كزا. وعرضه كزا. ويعمل بوظيفة كزا. وموجود في المكان فل لا كده اصبح رجل حقيقي. طيب المواصفات احنا بنسميها كلاس. والابجيكت احنا بنسميها الشكل الفعلي او العملي لهذا الكلاس. طيب بالمنطق كده اياهما اكثر من نفس النوع. هل الكلاس له اكثر من اوبجيكت? ولا الابجيكت له اكثر من كلاس? لا طبعا. الكلاس هو الفئة العامة زي الختم كده له اكثر من يعني كل الرجالة تجتمع في كلاس رجل. وكل النساء تجتمع في كلاس نساء او امرأة. فدي كده مقدمة عن كلمة كلاس وكلمة اوبجيكت هتلاقيها موجودة في معظم الكتب الخاصة بالمواد او بالمادة. وفي كل اللغات اعنا فكرة بنفس المعنى. فحاولت ان انا اوضحها لحضرتك لو حبيت يعني ازاي لو انت حبيت تكتب اوامر برمجة تفتح ملف نصي تطبع محتوياته تقرأه فقط وتطبعه او تكتب فيها او ما شابهه تلك. الكلام بسيط وجميل جدا وقواعد شبه مشهورة. تعالى نشوف اه معناه. عندنا اه اول امبوت اوبوت استريم زي ما قولنا قبل كده. نفس الكلام اف استريم دوت فايل استريم. ده بيستخدم عشان ان احنا اه نتعامل مع الفايلز. بس الموضوع اه جميل جدا وبسيط اوبوت استريم او اتعرف لي اوبجيكت من نوع الكلاس ده هوت. والكونوستراكتور بتاعه ما ده جاهز بقى اسمه اه دوت تستوستيكست. ده اسم الملف اللي حالك هتفتحه فور اوت. وبعدين اف نوت اوت يعني لو ما تفتحش يقول كنوت اوبن الملف ده. وخلص وسطوب على كده. ده لو ما ايه? لو ما عارشش يفتحه لايه 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 سبب من الاسباب. طيب هرفت بقى اعمل ايه? اه هو اه اوت اللي هو اوبوت استريم دوت اكتب فيه الداتا دي ار والقيمة دي. تي والقيمة دي. ام والقيمة دي. وبقى اين close. وبعدين اف استريم ان تكسد. ده بختبر ان هو ايه? ان هو لو موجود. اعمل ايه? بعمل اوبجيكت من نوع اه الا استريم. وبعدين اشاور بيها الفايل دوت. وبقى اين لو مش موجود بقول كنوت اوبن طبعا هو موجود. وارجع تاني بومنتهى البساطة. اعرف اه ريي اوف كاراكترز عشرين كاراكتر. وبعدين اطبع القيم دي. دي اول حاجة اه اللي تعامل مع الفايل. هتلاقي التعامل مع الفايل كله بطريقة كاد تكون ايه متقاربة. ببساطة جدا زي ما شايف بقوله ايه? بعرف باريبل من نوع الا امبوت فايل استريم. ده عشان اريد منه. وبقى اتاكد ان هو اه اف نوت لو مش موجود كنوت اوبن وعين اجزت. لا لو موجود. وايل وايل ان. وايل ان يعني اعرام انه طالما موجود. وبقين اخد فعلا ان دوت جيت لاين دوت وعمل له كده انا بفتح فايل موجود اللي احنا كنا عامله في البروغرام اللي فات وعمل له برينت اوت على الشاشة. بصوا حقي الخطوات البروغرام اللي فات كان عشان اريد البروغرام ده عشان اريد. والموضوع بسيط جدا بعرف اسمه اين من اه من امبوت فايل استريم يشاور على الفايل اللي انا فتحته اللي انا عملته قبل كده. وبقين اتاكد ان هو فتحه ما فيش مشاكل عشان ما اقرأش ويطلع فيه مشكلة. وبعدين يعني طالما موجود يعني اقرأ من الان دوت لاين بالطول بدين خمسة وخمسين يحطه في ده وبعدين اعمل له اوت. يبقى احنا كده في الاجزامبل اللي فات عملنا وفي الاجزامبل ده عملنا نفس الكلام بس الطريقة تانية نفس الكلام. اشتركوا في القناة